إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله لازلنا في الحديث عن الآيات الكريمة من صورة يوسف عليه السلام قلنا أن العزيز قال وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكننا ليوسف في الأرض قلنا دائما للتمكين مضاف إلى الله سبحانه وتعالى في حديث القرآن سبحانه لما قال الذين إن مكنناهم أي مضاف إلى الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن ذي القرنين بيّن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي مكن له وأتاه من كل شيء سببا ونمكن لما قال الله سبحانه وتعالى على المستضعفين لأمة بني إسرائيل وهنا قال الله وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ليوسف في الأرض يعني سبحان الله أرادوا إخوانا به شيئا ولكن إرادة الله وقضاء الله جعل ليوسف بداية لتمكين عظيم بدأ ببيت العزيز ولنعلمه من تأويل الأحاديث طبعا بيت العزيز بيت حكم كان هو الوزير الأول يعني مثل رئيس الوزراء وكان الملك فوق رئيس الوزراء أو الوزير المفوض يعني كان ملفات عديدة يعني يشرف عليها أمام الملك وكان رجلا متنفذا ففي قول الله تعالى وننعلمه من تأويل الأحاديث طبعا تأويل الرؤية كما قلنا في الحلقات السابقة ومن تأويل الأحاديث أي مآلات الأمور الاقتصادية والسياسية وبعدما كبر تقدمت به السن سيدنا يوسف قليلا بدأ العزيز يهتم بيوسف عليه السلام ويسند إليه بعض المهام لإعانته في حل الكثير من الملفات المتعلقة فسيدنا يوسف عليه السلام كان نظر من خلال علاقته بالعزيز إلى الكثير من مشاكل الشعب المصري سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية لأنه كان في بيت ملك وبالتالي لما جاء للحكم وقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم كان لديه معرفة بخزائن الأرض استفادها من خلال وجود بالقرب من العزيز هذا الوزير المتنفذ أيضا هذه تذكرنا بعمر بن عبد العزيز يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله عاش مع والده عبد العزيز ولي مصر وعمه عبد الملك الذي هو الخليفة والخليفة الأموي وبالتالي كان تزوج ابنته فاطمة ثم بعد وفاة عبد الملك أصبح واليا في المدينة ومكة للوليد ثم بعد ذلك أصبح مع من؟ مع سليمان بن عبد الملك مستشار يعني بمعنى لما وصل للحكم والسلطة لم يأتي من فراغ وإنما أتى من بيت حكم من بيت ملك على معرفة على اطلاع بمشاكل الدولة الأموية وبمظالمها وانحراف العدل فيها فكيف رفع الظلم كيف أقام العدل الخبرة السابقة يعني لو كان عمر بن عبد العزيز بعيدا عن دولاب الحكم والسلطان لم تختصر لم تكن الإصلاحات العظيمة التي قام بها اللي خلال سنتين التي يتحدث عن التاريخ إلى يومنا هذا جاءت من فرق وإنما جاءت من خبرة ومن اطلاع كذلك سيدنا يوسف عليه السلام لما تولى الحكم وأنقض الله به مصر في عالم الأسباب هو أتى من بيت حكم على دراية بمشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لم يأتي من فراغ ولهذا لما تولى الحكم وقال اجعلني على خزائن الأرض كان لديه المعرفة بتأويل الأحاديث كما قال بعض العلماء أي مآلات الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها وهذه مهمة لرجل الدولة يكون لديه نظرة استشرافية ولديه مشروع مستقبلي في كيفية حل الإشكالات والعوائق التي تكون في طريق رجال الدولة نبقى الله قال وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث طبعا الله سبحانه وتعالى قال والله غالب على أمره يعني ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعني قضاء الله وقدر نافذ لا يستطيع أن يمتنع عنه يوسف عليه السلام الطافة الخفية لا يعلمها كثير من الناس وهذه حقيقة لما الله غالب على أمره صحيحة نزلت في قصة سيدنا يوسف عليه السلام وفي الأحداث التي مرضى بها يوسف عليه السلام من حسد إخوانه وغيرتهم ومحاولة الانتقام منه ثم بعد ذلك البيع ثم بعد ذلك القافلة ثم بعد ذلك بيت العزيد ثم امرأة العزيد ثم النسوة ثم السجن ثم الحكم والسلطة يعني هذا كله والله غالب على أمره لكن أي إنسان مننا في حياته له قصص عجيبة في القضاء والقدر فيما بين وما بين الله سبحانه وتعالى في كثير من الحياتنا أقول الله تعالى والله غالب على أمره حاكم فينا حاكم في اختياراتنا سواء كانت على المسوى الدراسي كثير من الناس كان يرغب أن يكون في كلية الطب أو الهندسة أو التاجر أو ولكن أقدار الله غالبة غلابة أقدار الله سبحانه وتعالى كثير مننا تمنى أشياء وجاءت أشياء أخرى كانت هي اختيار الله دائما هو الأفضل ولهذا قال بعض الصالحين وبعض الكبار العارفين لو فتح للعبد الغيب لاختار ما اختار الله له والله غالب على أمره أي إنسان لما تعيش مع هذه الآية ولكن أكثر الناس لا يعلمون ألطاف الله ورحمة الله ورعفة الله بخلقه سواء على مستوى الأفراد رجالا كانوا أو نساء شيوخا شبابا أطفالا أو على مستوى الأسر أو على مستوى الشعوب أو على مستوى الأمم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ننتقل من مرحلة جديدة يبقى شرط المشاهد المحطات القرآنية من البيع إلى القافلة إلى بيت العزيز إلى مرحلة جديدة في حياة يوسف عليه السلام ولما بلغ أشده يعني سن النضوج العقلي والبدني سن النضوج في الشباب سن القدرة على تحمل التكاليف العظام ولما بلغ أشده أصبح رقما مهما بالنسبة للعزيز في بيته وفي مساعدته وأصبح ناضجا متكاملا في البنية وفي العقل وفي التفكير الله قال آتيناه شفت التعبير القرآني آتيناه يعني يفيد بظلال عظيمة هذا آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين لكن لا بد نربط بين هذه المرحلة وما بين مرحلة يعقوب عليه السلام لما قال إن ربك عليم حكيم ولما أيضا بيّن له سيرة آباءه إبراهيم وإسحاق ولما يبقى هذه القيم قيم التوحيد وقيم العيش على منهج الأنبياء الآن تتطور أكثر مع بلوغ السن آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ثلاث صفات في شخصية يوسف عليه السلام بيّنتها هذه الآية حكمة عظيمة ووضع الأمور في محلها وعلما بالتوحيد ومنهج الأنبياء والمرسلين وجزء من إدارة الدولة وكذلك نجزي المحسنين الذين يحسنون مراقبة الله والخوف منه وكذلك بالمفهوم العام لمعنى الإحسان نتحدث إن شاء الله في الحلقة القادمة عن الآيات القادمة إن شاء الله إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ترجمة نانسي قنقر